أنا خاف نحكي بالتشكيلة وقالوا ستربونا التشكيلة لا نتوقع متوقع تقول يلا توقع حمويا وقال لك صحيح لو غلط جايبك معاش واحد وسط وهو رحي عبر بعض خاصة أعتقد يعني أعتقد محمد قاسم لن يشارك أساسيا أعتقد لن يشارك أساسيا محمد قاسم أعتقد سيزج ربما مهند إجعاز مكان علي عدنان في مباراة يعتبر مهند إجعاز مهند إجعاز فنيا وبدنيا جاهز أكثر من علي عدنان علي الحمادي سيشارك أعتقد أساسيا هذا استنادا لكلامه بالمؤتمر الصحفي عندما سئله عن غياب أيمن وهو طبعا انتقد أيمن بموضوع البطاقة الصفراء الثانية وقال سيكون البديل علي الحمادي وهو ما عنده خيار كمهاجم صريحة الآن إلا علي الحمادي أعتقد الخيارات الأخرى التي طرحت ربما هي بس أنتو ذكرتوا أمجد عطوان خط الوسط لا 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 ما ذكر أمجد عطوان ما ذكر أمجد موجود أمجد موجود رح يكون موجود رح يكون موجود يعني رح يلعب أمجد أمير العماري ومحمد علي عبود تتوقع أعتقد هذا الشيء أو يدفع بأحمد فاضل وبعدين ممكن أن يشرك أمير العماري منه رح يلعب الأمير منه عندنا بوسط المهاجمين تلعب بمحمد عبود وأمجد وأحمد فاضل ثلاثي لا هو أعتقد أعتقد لا لا هو أعتقد رح يلعب أربعة أربعة واحد أعتقد لا معنى تلاعبين بالوسط فقط إذا يريدين لاعبين ممكن الارتكاز يعني حتى أنا برأي إذا نلعب أمجد وأمير ومحمد علي عبود بصراحة خط الوسط ما بيقابليات جومية على عمي مستوى لأن أغلب اللاعبين ويمتازون بالتنظيم ولعب الارتكاز يحتاجك لاعب للأمام صح لأولاكات يعني مثل لاعب مثل محمد قاسم أنا في قناعة الشخصية رح يلعب الأربعة اثنية ثلاثة واحد لكن تتحور بالناحية الهجومة أربعة ثلاثة أربعة واحد أربعة واحد أربعة واحد اعتباد هو يحتمد قلت لك باستدعاءاتك كثافة اللي استدعاء في لاعبي الوسط يحب اللاعب دائما مهاجم واحد الأوروبوين يحتمد على الثلاثة أو الرباع القادم من خلف فالذلك ممكن علي الحمادي يلعب اللي لاعبين اللي وراه رح يلعبون ممكن بشار ممكن صح بايش بايش ممكن أمير الحمادي ممكن محمد قاسم ممكن محمد قاسم اشتركوا في القناة